شؤون طربوية الجهوية في برنامجكم الأسبوعي شؤون طربوية نخصص هذه الحلقة لعملية العداد الجماعي لامتحانات الإشهادية بالجهة الشرقية ونستضيف لهذا الغرض الأستاذ مصطفى مفتاح رئيس المركز الجهوي لامتحانات التابعة لأكاديمية جهة الشرقية والتكوين مرحبا بك السيم صافا شكرا جزيلا الأخ صايم شكرا على الاستضافة الكريمة وسعادة جدا بالتواجد معكم في إذاعة وجدة الجهوية التي ما فتأت تواكب مختلف الأوراش الطربوية التي تنزلها وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية والتكوين لجهة الشرق نعم في إطار الشرق لفائدة الخدمة العمومية في خدمة التلميذ وخدمة الأسرة المغربية أكيد إن شاء الله إذن نحن في أجواء الاستعدادات لامتحانات مختلف الأسلك ديالها مختلف التخصصات مختلف المستويات بغينا في هذه الحصة الأتيرية نقتنموها فرصة في البداية لذلك نذكروا التلميذ والتلميذات والأطر التربوية والأولياء التلميذ بالمواعيد الرسمية لامتحانات بصفة عموة والامتحانات إشهادية بصفة خاصة أكيد سيصايم هات السنة تميزت بخصوصيات متعددة منها على الخصوص إزاحة الدخول المدرسي لمدة شهر مع بداية السنة وهذه الإزاحة بطبيعة الحال تطلبت أن تقوم الوزارة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمجهودات جبارة بهدف تحقيق مبدأتك فوق الفرص إزاحة بمعنى تأخير بداية الموسم الدرسي ضمانا لحق المتعلم في التعلم وضمانا لجودة التعلمات وأيضا ضمانا لمبدأتك فوق الفرص حارسة الوزارة وحارسة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومنها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق على أن تضع برامج ومخططات واكبة التلميذات والتلاميذ طيلة السنة الدراسية لتحقيق جودة التعلمات المنشودة وبطبيعة الحال هذه الإزاحة فرضت تأخير الامتحانات المدرسية الإشهادية بشكل يتوازن مع الشهر الذي تم فيه تأخير انطلاق السنة الدراسية وصدرت مؤخرا عن وزارة التربية الوطنية مذكرة وزارية تحدد فيها تواريخ إجراء المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية بالنسبة لكافة المستويات لا بأس أن أذكر بالتواريخ لتعميم الفائدة على المستمعات والمستمعين بالنسبة للتعليم الإبتدائي فرض المراقبة المستمرة سوف تنجزوا ما بين 27 يونيو وجوز يوليوز 2022 على أساس أن تجرى اختبارات الامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة دروس الابتدائية يوم 5 يوليوز 2022 وعلى أساس أن الدراسات تستمروا بشكل عادي إلى غاية 4 يوليوز 2022 بالنسبة للسلك التانوي الإعدادي فرض المراقبة المستمرة سوف تنجزوا ما بين 27 يونيو وجوز يوليوز وتجرى اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي بالنسبة للمترشيحات والمترشيح المندرسين والأحرار يومي 5 و4 يوليوز يعني السنة الثالثة إعدادية السنة الثالثة إعدادية الإشهادية أما بالنسبة للتعليم التانوي التأهلي فتجرى آخر فرض المراقبة المستمرة بين 27 وجوز يوليوز 2022 بالنسبة للجدوع المشتركة وما بين 30 ماي و4 يونيو 2022 بالنسبة للسنة أولى والسنة الثانية باكالوري على أسس أن تخصص الفترة ما بين 6 و11 يونيو 2022 لإعداد الجماعي أو التحضير الجماعي لامتحانات نعم قبل ما ندخلوا في هذا يعني نفهمه مزيان المقصود الإعداد الجماعي المقصود أشكال إعداد ولا نوع الإعداد إلى آخره المادي ولوجيستيكي إلى آخره حب هذا لو أننا نزيد ونفهمه هاد التواريخ واش بشكل يعني 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 يجب احترامه بشكل هاد أولا كينا مراونا على حسب المؤسسات وعلى حسب الأساتيدة وعلى حسب بخصوص من المراقبة المحروصة أو المراقبة المستمر واش هادك التواريخ لا تواريخ موحدة على المستور الوطني يعني ما كانش مورونا ديال لهم حينما نتحدث عن بدء الإنصاف وتكافؤ الفرص يجب أن يستكمل جميع أو تستكمل جميع التلميذات والتلاميذ لوعاء الزمني المخصص لسنة الدراسية والبرنامج الدراسي وإنجاز جميع المقرارات والدرس ويمر الامتحان في يوم واحد أو يومين على المستوى الوطني هذا بالنسبة للمراقبة المستمرة ولا بالنسبة مراقبة المستمرة لحسب التحديدات اللي حدثها المذكرة فيها تقريبا خمسة يام المذكرة تترك حرية التصرف لمضراء المؤسسة التعليمية بتنسيق مع الأساتيدة في وعاء زمني هو اللي هضرنا عليه ما بين سباع وشين وزوج ويوز فورشت فورشت باين باين على أساس أن التلميذ خصويته وزغي واحد المراقبة ولا جوش في النهار اعتبارات تربوية اعتبارات تربوية بالدرجة الأولى لا بأس السيس سيم نكمله امتحانات البكالورية اهضرنا على الابتدائي واهضرنا على الاعدادي ابقنا الآن امتحانات البكالورية اذا الدورة العادية بالنسبة للمترشحين الممدرسين تجرى أيام عشرين واحد وعشرين واثنين وعشرين بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني هذا السنة أولى بكالوريا هذا السنة الثانية بكالوريا سنة الثانية بكالوريا أيام 2022 وواحد وعشرين 22 يونو 2022 بالنسبة للقطب الأول القطب الأول هو المسالك العلمية والتقنية والمهنية والمهنية نزيد نوضح الممدرسين الممدرسين نزيد احتل أحرار معاه تمويد وزن المتحى الوطني مثل العلوم الرياضية مثل العلوم الفيزيائية مثل علوم الحياة الورقاء مثل تدبيل المحاسبات مثل المسالك المهنية بهختلف شعبها كلها ستدوز في القطب الأول عشرين، واحد وعشرين، اثنين وعشرين وهذا المثل الذي كنا نسميه تقني وهذا التقني تدبير المحاسبة واختفاء مع القطب العلمي والتقني والمهني يومي 23 و 24 يونيو 2022 بالنسبة للقطب الأداب والتعليم الأصل يعني العلم الإنسانية مثلك العلم الإنسانية، مثلك الأداب، مثلك اللغة العربية ومثلك العلوم الشرعية وبالنسبة للامتحال الجهوي الخاص بالمترشيح الأحرار لأن هذا الأحرار يدوزو الامتحال الوطني مع الممدرسين وكيدوزو الامتحال الجهوي بحدهم سوف يجرى يومي 13 و 14 يونيو 2022 بالنسبة لجميع الشعب علمية، مباشرة، مهانية، قبل الامتحال الجهوي الموحد الخاص بالسنة الأولى هذا سوف يجرى يومي 15 و 16 بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني وسوف يجرى يومي 17 و 18 بالنسبة للقطب الأداب والتعليم الأصل هذا سنة أولى بكالوريا سنة أولى وسنة ثانية هذه الدورة السيحان الجهوي الدورة الأولى يعني الدورة العادية، وكاينة الدورة الاستدراكية بعد نقدمه التواريخ ديلها إن شاء الله إذا محددة في المذكرة محددة في المذكرة، كل شيء في المذكرة مزيان نذكر بهذا المذكرة المذكرة 03022 مؤرخة بتاريخ 20 مايه 2022 المذكرة 03022 بتاريخ 20 مايه 2022 يمكن المستمعات والمستمعين الكرام والمترشيحات والمترشيحين يمشيوا هذه المذكرة توضحوا بتفصيل مختلف المحطات ومختلف الاستحقاقات نذكروا بالنسبة للمتدريسين والأولياء أنه الموقع الرسمي الأكاديمية ويجبروا فيها المذكرة ويزيدوه نكمل الجدولة بالنسبة للدورة الاستدراكية الدورة الاستدراكية بالنسبة الامتحال الوطني الموحد سوف تجرى اختبارات ايام 15 16 18 19 يوليوز 2022 بالنسبة لجميع الشعب والمسالي جميع الشعب دورة الأولى داروا فيها الأقطاب ودورة الثانية ما فيها الأقطاب بحكم أن عدد المترشيحين لا يكون أقل نحن دائمًا لازم نعاني من تداعية الجائحة ودائمًا نفكر دائمًا إشراءات الاحترازية حاضرة في تدبير مختلف العمليات أما بالنسبة الامتحال الجهوي الموحد الخاص بالسنة الأولى حتى هم عندهم دورة استدراكية سوف تجرى أيام 13 و 14 يوليوز 2022 بالنسبة لجميع المساليك والشعب بما فيهم الأحرار بما فيهم الأحرار بما فيهم الأحرار بالنسبة للأولياء والأسر بالطبع بالنسبة للوزارة والأكاديمية كيفاش كل سنة كتنخارطو وكيكون واحد مختطات عملية الإعداد المادي واللوجيستيكي والبشري لإجراء هذه الامتحانات في أحسن الظروف ما سميتهم بإعداد الجماعي بطبيعة الحال أن الامتحانات البكالوريا والامتحانات الثالثة إعدادة والستثة ابتدائي تعتبر استحقاقات مهمة استحقاقات مهمة بالنسبة للمسار المترشح والمترشحة وبالنسبة للمسار الأسر وتحدد المسار الدراسي والمهني المتعلم لذلك توليها الأكاديمية الجهوية الطبية والتكويلي جهة الشرق كل ما تستحقه من عناية واهتمام وربح الريهان ربح الريهان أكيد أنه منذ بداية السنة الدراسية يتم الإعداد والتخطيط لمختلف العمليات الامتحانية من بداية السنة لأن إجراء الامتحان في نهاية السنة هو طمرة مجهودات استمرت على مدار السنة سواء ما يتعلق بإعداد مراكز الامتحان لأن مراكز الامتحان يجب أن تكون طاقتها الاستيعابية تستوعب إعداد المترشيحات والمترشيحين يجب أن تتوفر على شروط ضرورية لإنجاز الامتحان يجب أن تكون متصيلة بالماء متصيلة بالكهرباء فيها المرافق الصحية فيها التشوير إلى غير ذلك من الأمر فيها الولوجيات بالنسبة المترشيحات والمترشيحين في وضعية إعاقة وتتوفر أيضا بالإضافة إلى البنية المادية تتوفر على موارد بشرية تشتغل في إطار مؤسسات تشاركي لضمان نجاح هذه العملية بدءا من رئيس المركز ثم إلى طاقم الكتابة ثم إلى الطاقم الإداري الذي يشتغل مع رئيس المركز ثم تدبير عملية الحراسة أو المراقبة داخل الأقسام ثم تدبير عملية الصحيح ثم تدبير عملية المداولات إذن هناك حلقات متسلسلة يتم الإعداد لها بشكل قبلي على مستوى الأكاديمية وعلى مستوى المديرية الإقليمية التمان وعلى مستوى كل المؤسسات التعليمية التي تم اختيارها كمراكز للإجراء أو كمراكز للإصحة ومنسوش الفئات التي تأتي عندها دور مهم الأعوان أكيد والناس مكلفين بالحراسة والأمن سواء على مستوى الداخلي أو المحيط القريب للمؤسسة هما عندهم دور كبير باش الأجواء العامة ديال اللي كتجرى بها المتحانات تم في أحسان ما يرام أكيد أخي الفاضل تحدثنا عن المؤسسة كبنية مادية نعم وبنية بشرية نعم ولكن العمل داخل المؤسسة يتم بتنسيقين نعم أولا مع المديرية الإقليمية ثم مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرف والمديرية والأكاديمية والمؤسسات من ضروري التنسيق والتخطيط بتنسيقين مع السلطات الخارجة و تعبيل ترابية فيopsل كل محطات المتحانية يتم التنسيق مع السلطات الإمنية مع السلطات الترابية مع الحربية الإدارة الجهوية للصحة للوقاية المدنية القوات المساعدة الدارك الملكي كل يساهم برصيبه في تأمين ظروف مناسبة لإنجاز هذه الاستحقاقات المهمة نعم بالنسبة لخاصة كما يقولون فلادات وأكبادين وكما قلت أنتم هذا مسألة استحقاق مهمة بالنسبة للعائلات يعني هذه الظروف كانت تكون مهمة وهناك يجي الأبعاد ديال أشكال الإعداد كانت تكلمتوا دابع علاقة الإعداد المادي أشكال الأخرى استوفيتوا جميع الشروط الإعداد التربوي تعد الدعم لأخره مزيلا تزيدوا تفصلوا معنا ومع المستمع الكرام لأنه يقع الأمور التي تشتغلوا عليها في هذا الإعداد الجماعي ما بينكم وما بين المؤسسات بمختلف الأسلاك والمستويات بدء أن أذكروا بأن أعداد المترشيحات والمترشيحين الذين سوف يجتازون امتحانات الباكالوريا فقط السنة أولى بالجهة الشرقية يبلغوا ما يفوق أقدم كل اشهة 3037 مترشحة ومترشحة منهم 12993 أحرار إذن هذه الساكينة البشرية التي تجتازها هذه الامتحان تشتغل معها المنظومة منذ بداية السنة لنكون واعين بمسألة مهمة خصوصية هذه السنة أن التلميذات والتلاميذ يعانون من معيقات ثلاثة أسميها تالوت التكرار يجب أن علامة جيدا أن هذه المتعلمات والمتعلمين التي يكونون الآن في المستويات الإشهادية هم الذين عانوا لمدة سنتين من تداعيات الجائحة الحجر الصحي في سنة الأولى والتعليم بالتناوب في سنة الثانية وطبيعة الحال أرغم المجهودات الكبيرة التي قامت بها وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لا بد أن تكون هناك بعض النقائص ثانيا المشكل الثاني الذي عانى منه المترشيحات والمترشيحين هو مشكل لغة التدريس لأنه تحول هذه السنة الحمد لله على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرق تم تعميم المصار الدولي والبكالورية الدولية باللغة الأجنبية باللغة الأجنبية باللغة الأجنبية والأكاديمية 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 لخضعه للتعاقد مع الأكاديمية إذن كان لزاما على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن تتدخلها منذ بداية السنة منذ أن رصدت هذه المشاكل وتسعى لتصديلها وتجاوزها أول ما قمنا به هو وضعنا مخططا جهويا للدعم التربوي منذ بداية السنة وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين منذ أكتوبر منذ أكتوبر بل أكثر من ذلك كانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق السباقة إلى وضع المخطط الجهوي منذ سنة 2013 وهذا المخطط الجهوي للدعم الذي وضعناه ما كاننا في ظرفين وجيز منذ 2015 من أن نجنيت ثماره وحصلنا على المرتبة الأولى وطنية واحتفظنا بهذه المرتبة الأولى وطنية على مستوى نتائج امتحانة البوكالوريا لمدة خمس سنوات متتالية وفي السادة الباضية رغم أننا نحتلنا المرتبة الثانية ولكن بلغنا نسبة النجاح وصلت إلى 93.39% من المترشيحات والمترشيحة على مستوى الجهة على مستوى الجهة طبعا هذا كان نتاجا لمجهودة الجميع التلاميذ الأباء الأسار المتدخلون أباء والأمهات والأولياء كل من جانبه ساهم في هذا النجاح وساهمت فيه أيضا الأكاديمية الجهوية للتربية بأنه فرض ظروفا مناسبة لتعلم بشأننا نتكلمه بصراحة أن هذه الأشكال المطالبة بالحقوق خصومي رائعي من جهة الأطار السلبية هذه الأطار السلبية على التلميذ وعلى عائلات وتانيا عدم الإحساس بأن المساهمة في هذه الإنجازات هذه الأطار السلبية هو فاعل أساسي في هذه الإنجازات لا على مستوى كل تلميذ تلميذة ولا على مستوى العام بالنسبة للجهولة وبالنسبة للوطن خصنا نفهم هذه المسألة لأنه بوعد عندها بوعد وطني حضاري على هذا الجيل وعلى الأجيال الجاية يعني هذه الحسابات الضيقة على هذا وخصات تراعة كي نجيو لمحطة الانتحانات كتنبهنا كتنبهنا باللي هذه الأجيال خصنا نراعيه لها الظروف الخاصة لكتعيشها ها كورونا ها الانتقال لغوي هالكذا إذن ما نزيد ولهاش إكرهات خرا أكيد أكيد أن التلميذ هو صلب العملية التعليمية ويوضع في صلب المنظومة الترباوية وكي نقول تلمية التعفل يافع متعلم 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 إذن من هذا المنطلق وضعناه مخطط جهوي للدعم هذا المخطط الجهوي للدعم له ثلاثة أبعاد البعد الأول هو الدعم المدمج ينجز هذا الدعم المدمج من طرف الأساتذة داخل الفرصول الدراسية بناء على دراسة التقويم تشخيصي يعني تكتع كل أستاذ أستاذ كل مادة مادة كل مادة مادة بداية السنة كل أستاذ يدير ايواليويواتيون يحدد مكامل القوة ومكامل ضعف عند المتعلم من حيث جهودة التعلمات ويستمر في إنجاز سد هذه التعطرات للمتعلمات والمتعلمين من خلال إنجاز المقرارات الدراسية بشكل موازي بشكل موازي الشق الثاني يتعلق بالدعم المؤسساتي هذا الذي يدار خارج الحصص الدراسي بناء على نتائج تقويم تشخيصي وبناء على نتائج المراقبة المستمرة نفيئ التلاميذ إلى فئة هذا التلميذ من سفر 5 هذا من 5 إلى 10 هذا من 10 إلى 15 هذا من 15 إلى 20 نرى فين عندهم التعطرة ونريد عملية المعالجة على مستوى كل مؤسسة يدار جمعات العشية يدار المؤسسات ومع المنسيق المدير والأطور الإدارية وإنهاء المؤسسات في خلال شهر رمضان الكريم عبر أليم الإنسيق لفائدة المتعلمات والمتعلمين إذاً هذا الذي يدار خارج الحصص الدراسية أولاً يحرص الإدارة التربوية على أن كل أستاذ والأستاذ يستكمل جدول الحصص عنده مثلا 15 ساعة يستخدم التانوي يجب أن يرسل السوعة للدعم يكمل هذه الفائدة التلاميذ وكيف تطوع؟ الحمد لله لدينا مبادرات كثيرة وطيبة يتطوعون لإنجاز الحصص الدعم لفائدة التلاميذ ولكن منذ شهر مارس لاحظت الوزارة والأكاديمية الجهوية لجهات الشرق بالخصوص أنه كان هضر الزمن المدرسي المتعلم يوصل إلى خمسة أسابيع لا تقرأ لمدة خمسة أسابيع بناء على هذه القطاعات بناء على هذه القطاعات إذن هنا مشينا للمحور الثالث اللي هو الدعم الاستدراكي مارسل هنا مارسل هنا الدعم الاستدراكي يجب أن يكمل دي سيلا فامي من النهاية السالة جميع التلاميذ على مستوى الجهة يجب أن يكملوا المقرارات الدراسية هذا الدعم الاستدراكي يجب له الأساتيدة التي يعمل معنا في المنظومة لا يوجد إطار استكمال الحصص ولا يوجد إطار التطور ولكن أيضا فتحت مبادرات لشركاء المدرسة المغربية للمساهمة في هذا التحدي اللي هما أولا المبادرة الوطنية للتنمية البشارية التي تشرفها على بعض الجمعيات الشركة التي تعملت معنا وكتشتغل الآن على مختلف بسوى مختلف الأقاليين بثمانية كائن جمعيات شركة تنجز دعما لفائدة التلاميذ ثانيا هناك برنامج أوراش الذي أطلقته الحكومة الجديدة وهذا البرنامج اللي من خلاله كان مجموعة دي الأساتيدة دي المجازين دي المعطلين اللي كيشتغلوا في التعليم الخصوصي اللي بدأوا رغبة انهم يشاركوا معنا في هذا البرنامج واللي خضعوا غدي خضعوا التكوين خفيف ومصاحبة ومواكبة ولكن ما بقى الوقت باقينا الوقت هذا أخير ما هذا غدي نعتمد عليهم أساساً في التحضير الجماعي الامتحانات ورحنا غدي نقول له هذا المقطع خاصة أن هذا أوراش خصصت لهم إنزانيات مزيان تصرف تصرفوا لتحقيقي هذه الجودة المنشودة إذا فعل هذا البرنامج أعطينا دينامية جديدة للدعم التربوي ويمكن يكون لابينا إن شاء الله المواسم الدراسية الجاية القادمة إن شاء الله إذن غدي خضعوا الواحد تكوين وغدي خضعوا التكوين وغدي خضعوا المواكبة ومصاحبة من طرفها التفتيش التربوي اللي غدي يواكبوهم حتى لأنه هاد الناس يمكن من الجانب المعرفي يكونوا متمكنين ولكن كتبقى بعض المقاربات التربوي اللي غدي يكتسبوها من خلال الممارسة ومن خلال المواكبة وغدي السادة المفتشي ومزيان هاد المبادرات باش تترجعت الدور الحقيقي للجمعية التقافية في تكريس هاد الانخراط ديالها المواطنة في دعم التلاميذ والفئات لأنه كي يقديروا مبادرات في دروس الدعم والتقوية ولكن مزيان ينخرطوا معاكم بشكل موازي في هاد العملية هاد دون أن ننسى هاد الدعم الحضوري الشيكال اللي هدل عنه من البداية غير الدعم الحضوري هاد الدعم عن البواد كان من الصدية للوزارة وكان بوابة الأكاديمية وكان مواقع المديريات الإقليمية ومؤسسات اللي فيها ديكابسول اللي تم تطعيم هاد المواقع بها يمكن التلميذ في قطر التعلم الداتي يعتبدها فيها مراجعة الدروس فيها تمارين إلى غير ذلك والتلاميذ والتلميذات وأولياء الأمور والأمة هاد مخبارين بها مخبارين والعناوين معمم مع الجميع إذا كان عندك هنا مستحضرها مزيان نذكرهم؟ كان بوابة تعليم.م اوه هكا يمشي البوابة تعليم.م او وكان الموقع دي الأكاديمية الجهوية تكون الجهة الشرخ والدبال للأمور سهلة في البحث سهلة في البحث إذا يبحث وكيد دروس إنجاز مقررات وكيد تحضير جماعي وكيد تمارين وحلول وكيد بعض الأنشطة مختلف المستويات من السنة أولى باكالوريا وهذه المضامين الرقمية نحن نتجناها على مدى سنتين إبا نفترت الجائحة كنا اعتمدنا ولكن كونا واحد الرسيل قابل الاستثمار وهذا كتعاول والشراكة اللي كانت مع الإعلام العمومي عبر القنوات دياله التلفزية باقي مستمر وإلى قناة الرابعة وقناة الوطنية مقنة السادسة هذه هي المضامين اللي كانت تنشر عبرها بوابة الوزارة وعبرها المواقع الإلكترونية الخاصة بالأكاديمية والخاصة بمديرية الإقليمية هذه المضامين الرقمية التي أنتجت تذيك الفترة والدروس المختلفة هي اللي الآن يمكن التلميذي يعود لها إلا ما فهمش درس ولا عنده شي تعطر شي شي درس معين إذا الحد الآن هضرنا على الدعم اللي بداتوا الأكاديمية من بداية السنة اليوم نحن مقبئين على الفترة اللي كنا هضرنا عليها ما بين سبعة وعشرين حتى الجوج يوليوز سبعة وعشرين مايت الجوج يوليوز لا سبعة وعشرين يونيو سبعة وعشرين يونيو الجوج يوليوز التي سوف تخصصه للتحضير الجماعي الامتحانة ما هو التحضير الجماعي؟ لا يعني سيكون هنا في هذا الشهر الفترة المحددة من خلال منطق المدكرة الويزارية إنه بالنسبة للبتدائي سبعة وعشرين يونيو الجوج يوليوز ألفين وعشرين إجراء آخر الفورو آخر الفورو على أساس أن الدراسات استمر بشكل عادي إلى غاية يوليوز بالنسبة ل في فترة ماييييو ألفين وعشرين يونيو سوف تجرى فرض المراقبة المستمرة بالنسبة للسنة أولا والسنة الثانية والبكالوريا تخصص الفترة ماييييو ما هو التحضير الجامعي للامتحانات؟ ما هو التحضير الجامعي؟ التحضير الجامعي للامتحانات أولا يهم الجانب النفسي وهنا لدينا كفاءات وجانبيات من الموارد البشرية داخل المنظومة قادرة على القيام بهذه المهمة وهما الإخوان دينا في التوجيه والتخطط إذن مكوودين في هذا المجال ويجعلون دعم نفسي للتلاميذ في إطار إعدادهم من الامتحان ما هو الدعم النفسي؟ يعلمهم بعض الآليات الاشتغال كيف يخطط الدروس كيف يدبر زمان؟ كيف يدبر زمان؟ إذا تعرض لضغط كيف يتحمل؟ وتدبير المشاعر هناك تقنيات متعددة عند هاد الناس يحاولوا يلقنوا هالكلمت ويحاولوا يحضرهم إيجابيا لاجتياز الامتحانات ومن وزاة الدعم النفسي هناك الدعم أو التحضير الطرباوي كما نقول نحن تمارين وحلول يجلبون مواضيع السنوات نماذج نماذج ويخلقون لهم نفس الأجواء الامتحان داخل القيس كما نقوله الامتحان تجريبي كما نقوم بلان إذا استئناس التلاميذ بهذه الوضعية الجديدة وهذه الأجواء ويجتازوا الامتحانات وبطبيعة الحال يدلوا معهم مراجعة الدروس لأن التلميذ منك يكونوا يراجع لابد أن يبنوا بعض الأمور لما يفهمها أو لما يكون مساها أو لما يكون سعبها إذن الأساتي هذا موضوعنا هنا إشارته لإنجازهاته المهمة وهذه هي المحطة المهمة اللي هنا بغيت نفتح واحد القوس واحد القوس باللون أحمر وخص الأسار والآباء والأمهات والأولياء ينتبهونهم جيدا تلميذ إذا أقوموا بعمل المدرسة غيء أسبوع أو العشرية لا يمكن أن يكونوا هذا الإقاع المدرسي الذي كان لديه سأكمل المقرارة الدراسية وستمر في تحضير الدروس ويبقى على صلاة المؤسسة والأساتي سيبقى دائما ولكن سأجدوا خارج المنظمة تقاطع عشر ياما بخمستاش اليوم كونك على يقين أن المرضود سينقص وأن التعلمات سينقص من هنا كانوا جهندة الآباء والأمهات والأولياء الأمور خليوا ولدتكم في المدرسة حتى الرسالة المفروض أنه عبر مثلا إعلام أو عبر مباشرة الأطور التربوية والإدارية حتى التلاميذ هذا يجب أن يعاو بالأهمية التي يرتبط بالأجواء المدرسة لكي نقبيل على الامتعان هذا كلين قطاع ويجي إحساس بأنه وصاب يبدأ العطلة رح ماشي أخصي يبقى في المكان الطبيعي ديالو الطفل المكان الطبيعي ديالو هو المؤسسة التعليمية يبقى فيها حتى يجتز الامتحانة ديالو ويتوفق فيها وأنا ذاك بطبيعة الحال عنده العطلة ديالو مرتاح ما يمكن ما نفصلوش على المؤسسة وارضو عبداليها غادي تكون تداعيات كثيرة سلبية على المتعلمات وعلى المتعلمين نعم مزيلا هذا التنسيق اللي غادي كيكون بين مختلف يعني الفعاليات على مستوى كل يعني نقولها الابتدائي الإعدادي إلى آخره كيفاش تبان في هذه المرحلة تعليق إعداد الجماعي شيء إشكالات ولا شيء ما قضايا لما تكونوا نتبهتونها بالنسبة الفئة خاصة بالنسبة للخصاء يعني مراجعة كيفاش التعامل معها تكلمتوا على دور الموجهين الجانب التربوي وجانب الدعم النفسي يمكن ونحن نباقين لتقريبا الشهر ولا فايزة يمكن تبانوا شيء مع كل مؤسسة لديها شيء خصوصي العساب الأقاليم والعساب المدون والعساب كيف ينشئ هذه الملاحظات أو لا؟ لا أكيد أنه أثناء الإعداد الجماعي الامتحانة كثبان بعض الأمور التي تقتضي تدخل هذه الأساتذة من خلال مراجعة الدروس مع التلامتد من خلال إعلاج بعض التمارين ولكن هذا التدخل الأساتذة منذ بداية السنة لا ننسى أننا نستطيع التقويم الشخصي وكل ما نفعل مرقبة مستمرة نستمرها ونرى هذا التلميذ فين عنده للاكين فين عنده النقص فين مكامل الخلال اللي يدخل الأساتذة منذ بداية السنة وبطبيعة الحال أثناء الإعداد الجماعي تقدر تبان بعض الأمور والأساتذة عندهم ما يكفي من تجربة ومن الخبرة ومن المعرفة لتدارب هذه الأمور هنا أريد أن نشير أن هذا الإعداد الجماعي الامتحانات تستفيد منه على مستوى الجهة 649 مدرسة ابتدائية 169 تانوية إعدادية 107 تانوية تأهيلية عدد الأساتذة المخصصين لهذه العملية 3979 أستاذة وأستاذ والجمعية الشركة التي تشغل معنا في هذا الحقل 46 جمعية شركة هذا هو المجهود الذي بدلته الأكاديمية الجهوية الطبية والتكوين في هذا المستوى المتعلق بالإعداد الجماعي الامتحانات فترة الامتحانات يمكن أن نكتفيه هذا القدر في هذا الزمن الأثيري المخصص للاستعدادات والإعداد الجماعي الامتحانات خاصة الامتحانات الإشهادية لا بأس من الأفيد أننا نقول لي أو أننا نذكره تلاميذ وتلميذات الجدولة الرسمية معتمدة يعني مؤخرا عبر المذكرة الوزارة التواريخ الامتحانات المذكرة الوزارية الصدرة بتاريخ 20 ماي 2022 عدد 30 على 22 حددت التواريخ ومواقية إجراء الامتحانات المدرسية الإشهادية والمراقبة المستمرة بالنسبة للتعليم الابتدائي فروض المراقبة المستمرة تجرى آخر الفروض بين 27 يونيو وجوز يوليو 2022 بالنسبة الامتحانات الموحدة اختبار امتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية يوم 5 يوليو 2022 وتستمر الدراسة بطبيعة الحل بشكل عادي إلى غاية 4 يوليو 2022 بالنسبة التعليم التانوي الإعدادي تجرى آخر الفروض بين 27 يونيو وجوز يوليو 2022 والامتحان الجهوي الموحد الثالثة إعدادي يومي 4 و 5 يوليو وتستمر الدراسة بشكل عادي إلى غاية جوز 2022 بالنسبة السلك التانوي بالنسبة للجدوع المشتركة آخر الفروض ما بين 27 يونيو وجوز يوليو 2022 وما بين 30 ماي 2022 و 4 يونيو بالنسبة السنة أولى والسنة التانية بكالوريا على أن تخصص الفترة ما بين 6 و 11 يونيو 2022 للإعداد الجماعي للامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا والفترة ما بين 6 يوليو 2022 للإعداد الجماعي للدورة الاستدراكية للامتحانين المذكورين الامتحان الوطني الموحد السنة الثانية بكالوريا أيام 2021-22 يونيو 2022 بالنسبة للقطب العلمي والتقني والمهني و يومي 23 و 24 يونيو بالنسبة للقطب الأداب والتعليم الأسئل بالنسبة للدورة السيدراكية تجرى أيام 15-16-18-19 يوليو 2022 الامتحان الجهوي الخاص بالمتار الشيحين الأحرار الدورة العادية 13-14 يونيو 2022 والدورة السيدراكية 13-14 يوليو 2022 الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا الدورة العادية 15-16 يونيو 2022 و الدورة السيدراكية يومي 13-14 يوليو 2022 المداولات الدورة العادية 29 يونيو و الدورة السيدراكية 21 يونيو والإعلان عن نتائج نتائج الدورة العادية سوف يتم الإعلان عنها يوم 1 يونيو عفوا 2022 وroads الدورة السيدراكية يوم 22 يوليو 2022 مع متمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المترشحات والمترشحين ونتمنى لهم حظا سعيدا وتحقيق نتائج طيبة كما شرفونا وفرحونا في سنوات الإنضار ويرفعوا التحدي في هذه السنة إن شاء الله وفي نمس الوقت نتمنى لهم التوفيق مشرحوا بالشخصي مشرحوا بالمستقبالي وسعادة والهناء للأسر كاملين شكرا إذن باسم المستمعين والمستمعات شكرك الأستاذ مصطفى مفتاح رئيس الركز الجهوي للمتحانات الأكاديمية جهة الشرق التربية والتكوين وشكر موصول فريق العمل مونير عطواني فاطمة الصيم ولباقي المستمعين والمستمعات في كل مكان وإلى باقي برامج إذاعة وجدة إذاعة جهة الشرق إلى اللقاء